احرمناش من دخلتك علينا يا أستاذ يحيا ولا يحرمني منكم يا ست عفاف معلاش ناسف تأخرت عليكم المرة دي شوية ما تقولش كده ده احنا من يوم محمد ما مات ما حدش بيسأل علينا غيرك وعايشين في خير يا ست الخير خير ربنا معارش كندرع علي مين وتبعت تبرزي يا أخوة بالزبط مهم تمنيني أخبار بوس بوس في المدرسة ايه المدرسة يسمع من بوقك ربنا انا باوديها الحضانة اللي جنبنا لأ حضانة ايه بس ملا تروحها أحسن مدارس ومتشيليش همبل فلوس خالص حوديها والله حوديها بس لما تخلص حضانتها الأول أمه اللي عمرش الصغار فيني أنا لسه من يما تحب يصحيه لك؟ لا 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 خالص خلينا يهم أنا بس استأذنك لما نزحك تقولي له عمك يا حيني أجاب لك مرتب أبوك قطر ألف خيرك يا أستاذ يحيا ربنا ما حرمناش من دخلتك علينا أبدا قول لك يا فخي فخيم أه فخيم أنا ملاحظ كده من الوقت اللي التاني أنت بتيجي تسطع الحارة هي إيه العبارة بالزبط وانت باع تطلع مين يا عم النخوة؟ شغل الحارة؟ لا مش الغازل بس يعني مش حلوة بحقي كده أنك طالع نازل أنت والبي بتاعك قدامي عيني عينك طب اسمع بقى عموهم إحنا بنجي نشقر على ست عفاف مرات مارش الله يرحمه ست عفاف؟ بس اللي عارفوا أن الست عفاف دي عايشة لوحدها عارفين إن هي عايشة لوحدها عشان كده بنجي نشقر عليها من الوقت اللي التاني عشان نعمل معايا الواجب طب اسمع بقى يا فخيم تتاخد الواجب بتاعك ده وتمشي من المنطقة دي خالص ومالمحكش هنا في حاجة حربي؟ حد بقول حاجة؟ حد بنتقلم معاك في حاجة؟ ده يا رئيس سلامتك طب اي الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والله يرضى عليكي مش عايز افتح الموضوع ده تاني مشي بتوحقك علي انا قاسف افتكر اي حاجة حلة وانا عملتها افتكر ان سنتك شهور انا بحبك يا حليم والله العظيم وانا كمان طيب اقول لك على حاجة وتصدقيني انا من غيرك بتوه وانا مش عايز اتوه تاني يا حياتي وانا م 14 موسيقى 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 ياحيي انا اصف علي ايه ولا ايه علي كل حاجة صدقني والله أي ست في الدنيا كانت هتأنها تبقى مكاني وجعلها مسج جن جزا بيخونها قوق وматجوز عليها كتة تعمل نفس اللي انا عملتو ده بالزبط لنسى الا مش متجوز أي ست أنا متجوزك إنتي قدرت عليك يا يحيا رهامل غير أنت بقى حلولة ما بتزود الحب وتخلي العاشرة هون إنما لما تتحول بقى الشغل مخربة وجواسيس وتدوير بسمها شك مش غيرة ما خلص بقى قلت لك أناس بقى سلسلت ماشي بس أنا يعني عارفة أن الجدى قد شعرف أن الجدى قوي كده ما هي ما بتغنش غير على الغلبانة بنت الناس يعني إيه يعني ما يحسش بالغلبان غير الغلبان اللي سيوا راد مرش كان طيب جابها من تحت قوي قطعت بسببي كانش يينفعي أنا سيب عيالهم غير مصاريف ومرعية ربنا يحبب في الخلو كمان وكمان مالك قلبها لأنا السرخ يددين طب وني بحبك كل مرة كنت بسي فيها يوسف كنت بزعل قوي علي بس المرة دي لما صدنا بعضة حسيتنا نزعلانة أكتر على الوقت اللي ضاهم عين عارف يا حزن أنا عملت كل حاجة عشان علاقتي بيوسف تايك يا حبي ده غير إن أنا صبرت عليه كتير قوي كمان عشان كده لما قدت له ظهر لمشيت حسيت إن أنا مش محتاجة تاني إن أنا رجع بوص عليه مش ناد مالي بس ده ما يمنعش إنك ممكن تكوني لسه بتحبيه إحنا في ناس منسيبها تمشي من حياتنا بس بيفضل مكانهم فاضي لأمل إن هم يرجعوا في يوم الأيام وحتى لو مراجعوش على فكرة فيش حد بيملى مكانهم ده معناه إن لسه في مكان جواك لشمس؟ بتي هتردي عليها سؤال بسؤالها اللي ومعدينها اللي سألتك الأول إيه؟ لسه بتحبيه؟ مش عارفة مخبش عليك يا حازم أنا مبقيتش عارفة إيه والحب أصلي وإنت؟ لأ أنا بقيت متأكد من مشاعري نحية شمسة خلاص إيه؟ مش عارفة بيقول لك إيه؟ بيعملوا هنا شربتك وارعة أحفة جرسان؟ وهنا لزم تزويدي أه بعد أي كلبة ياه؟ ياه؟ أخيراً دحكتي؟ تكت تدخل رهان ولا إيه؟ مش بالزبط بس بصراحة بتلإذها الأمر وإنت بتتحكي من نفس أفضل شايفك بتتحكي على طول إيه؟ بقيتك؟ بصراحة يوسف أنا حاسة أن أنت كل اللي أنت بتتعمله معي ده مغرد عاطف يعني عشان صدقتك مع ميد الله يرحمه بس أنت مش مضطر مش مضطر؟ مش مضطر يا يوسف بتعمل معي كده بتعملش حاجة أنت مش حاسزة بحزن لي بقى حزن لك يوسف أنا بحترمك قوي بس أرهوك وأنت بتتعمل معي يتعمل بقلبك مش بضميرك هتوعدني؟ أوعدك طب إيه؟ مش هنأكل أولا إيه؟ جرسون؟ أنا برضو لازم تزويدي أوه بعد طيب بما أننا فتحنا صفحة جديدة أنا عاوز ده أشوفه فعل مش كلام يعني ما نبقاش في الوش حبايب وإخوات وصحاب وأول ما ندي ظهرنا لبعض نبتدي اللوش صح كلامك يا سينبي وأنا عن نفسي نسيت كل حاجة مهم بقى أنتوا نسيتوا أنسى إزاي يا مرون؟ أنسى إزاي أنا كل ما حاول أقومه ما أقدرش بفتكرت أنا مليش دعوة يا حازم باللي حصل لك أنت اللي وقعت خلاص خلاص انتهينا إحنا اتفقنا نفتح صفحة جديدة يبقى نفتح صفحة جديدة طب يا عمي لما أنتوا واخدين قرارات جايبيني هنا أعمل إيه؟ ما كنتوا كلمتوني بلغتوني جايبك علشان تسمع اللي هنقرره يا حازم وتوافع عليه وتلتزم بيه حاضر يا عمي أنا موافق هستغذينك عشان هندي شغل طب فارس بعد إذنك هزك في كلمتين وما لو أول مرة نتعوده على بعض ولو أني ما عارفش هتعود عليه كي يبدأ هتعود هتعود أعمي بعد إذنك قضل يا فارس نورت يا مروان تسلم أسلك بيه طيب يا عمي بما أن الحمد لله النفوس رديدت أنا بقول بقى نفتح سواء اللي تكلمنا فيه قبل كده انسى يا يحيا الموضوع ده اتقفل خلاص انت ليه مصر تخلي ده آخر كلامنا عشان لو ما عملتش كده هتبقى دي أخرتنا كلنا وبعدين ما تنساش إن انت وعدت إخواتك إن خلاص مش هتشتغل في السلاح تاني طيب ناخد رأيي الناس على الألف اللي بنتكلم فيه يحيا بسمع الكلام اللي أنا بقولك عليه أنا فهم كويس أنا بقولك إيه منصيحة من عمك سليم لو عاوز تبقى لعيب شاطر وحبيت تلعب لعبة حلوة لعبها صايمة يعني إيه؟ يعني ما تاخدش رأيي قولي يا فارس ليك في السجارة؟ لا بحس إنه مبالغ فيه جوي مش تجيله على يدك ده؟ تصدق بالله ما فيه حد ما مبالغ فيه غيرك جاصدك إيه؟ بعذر يا فارس بعذر أهو العرق السعيدي ده سعبك كل إحنا في دلوقتي شوف فارس أنا عارف إن فيما بيننا عدوة كبيرة بس أنا مش عارف تسدقني ولا لأ أنا بستجدعك أوه على فكرة لا صح تستجدعني ملا كنت بتستخيبني كنت عملت فيها إيه؟ ما حدش فينا سلمة تانية عم فارس أهم حاجة إنك تعرف قيمة عدوك وأنت لو ما كنتش راجل صحا ما كنتش حطتك في دماغي على فكرة ماشي وأنا هسدجك وأنت كم أنا مروان دمك حامي وما بتسيبش حجك وهي دي الحسنة الوحيدة اللي فيه طب ما حلو قوي الكلام ده؟ إحنا ناخد حسنتك على جدعانتي ونزل نخرج بها مع بعض إنقصدك إيه؟ أصهارك صهر يا فارس هترجع ملا هتتكلم إنجليزي تعرف يا مروان أنا كان نفسي أعرف الشيطان بيفكر كيف دلوك لجيت إن الشيطان بيفكر زي مروان إنت إيه؟ أعوذ بالله منك يا شيخ شاور عالك لا أنا مليش في جو والخبس دي خبس؟ أنا بعد خبس دي أسيبك براحتك بقول لك إيه؟ إيه بقى؟ ما تروح تصهر إنت وتجيب صباعي الديناميد دي أجاربه بعض أنا ميت؟ ياريت نرجع عدق تاني ودي بتشرب منين دي؟ يا بو شربت منجفاها بو، 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 هالولا كنت مبسوط أبي وأنا بصالحه وتلتم الفرحة كده وأبي يتحك في الآخر يقولي يا حياة أكيد مش قصده يا سلم علي بيحبك هو لو قيادنا ديك بإسمه واحدة تانية هتقولي مش قصده عادي؟ تعمله إيه بقى يا بناتين؟ إيه دا؟ مالك يا سلمة مفيش حاجة؟ مفيش؟ مالك يا حبيبتي زعلنا من علي بتو تخنيته؟ لا، لا، دا، هو ما سوقتها فاهم بص علي غلط في اسمها وهو بيتكلم معي هادي ندها باسم قلقته إيه يا سمين أنا ما يغلطش في اسمي مممممممممممممممممممممممممم وهو دا اللي مزعلك؟ مويا يدي حاجة ما تزعالش؟ انت واثقة أنه بيحبك ولا لأ؟ كنت بس بعد الموقف دا خلاص بس هو فعلا يعني صاب حد ينسى حد عش في حياته لفترة احنا كلنا بنغلط انت نفسك ممكن تنتقي اسمه والد وزي ما انت قولتي كانت شريكة حياته لفترة ما لفترات يعني أكيد العلاقة دي باقي منع حاجة مش ممكن نعيش حاجة وننساها أو تتمحي أو تتمسح من حياتي بس برضو ده مش معنى أنه بيحبها ممكن تكون خطرت على باله لأي سبب تاني وهي يعني ما تجيش على باله غير وانا بصالحه تي غيرانا عليه للدرجات دي؟ سلم وصلها محبتس في حياتها غير علي لو كان بيحبها ما كانش طلقها ولو ما كانش بيحبك ما كانش يرجعلي عيش يا سلمة ما توقفيش عند المحطات دي الحاجات دي هي اللي بتستهلكك وتستهلك تقضي فكري في حاجة وعدة بس إزاي تبقي مبسوطة؟ إزاي تتصلحي مع نفسك؟ احنا بنعيش مرة وعدة بس بقولك يا شاهد ما فيش أخبار عن يوسف؟ يوسف؟ وده إيه اللي جاله على بالك دلوقتي؟ لأ ما فيش مبارح كنت بطلع نمر التليفون حد وبعدين اسمه ظهر قدامي فقعدت أفكر وحسيت أن أنت يعني ممكن تكوني ظلمتي ظلمت يا شيخ الله يسمحك يوسف دلوقتي مرتبط بالباش مهندسة شمس حبيبة حازم الأولان إيه؟ حازم العطار؟ أمم؟ هونتوا بتعندوا في بعض ولا؟ إيه بنعانس في بعض دي يا بسمة؟ وإحنا عيال صغيرة؟ بس عارفة يا بسمة؟ أنا لم بفتكر الموضوع ده بتحكي جداً تحكي؟ ده على أساس إنها مش مقصودة يعني؟ والله بالنسبة لي هي فعلاً مش مقصودة أصلاً عارفة من الأول أن شمسة كانت حبيبة حازم أولاً إيه؟ بالنسبة بقى ليوسف مش عارفة بصراحة بس أنا كل فاكرة إنه هو فعلاً كان بيحكي لي دايماً عن عماد أخو شمس الله يرحمه كان صاحبه في القلاء سبحان الله ده كأن ربنا له حكمة إن أنتو اللي أربعة تفضلوا بقية حياتكم ندمنين على بعض بسمة حبيبتي هو أنت لو قلت كلمة حلوة بس هتتحرقي؟ هي الحقيقة بتزع على قوي كده؟ أنا مولت شغير الحقيقة تمام مهم دلوقتي إنك تحاول تخلي موضوع التجميد الأرصيدة ده مستمر بطول وقت ممكن طول ما العطارين مش يقدرين يتحكموا في فلوسهم هيفضلوا في مكانهم ومش هيتقدموا خطوة لقدام ما تلقش الموضوع ده تم برجلتي يعني بمعرفتي لحد هيتكشف ولا حد هيعرف حاجة نفذ اللي بقول لك آية سلامة البشر الكبير بتاعنا ها في جديدة سامير؟ سامير رائق طول عمره ملك الليكسي كلوزي في ساعاتك برغي؟ كنت كلمت ساعاتك قبل كده عماجل خربطلي فاكرها فاكرها عايزة تقابل معليك لما تحب تحكي لي حاجة بتكلم على طول مش لازم كل شو يسأل بتقول إنها عايزة معليك في موضوع مهم رتب لها مهد أهو أمرك ساعاتك عند لقتي عايزك في موضوع أهم في مستردات عند سليم العطار أنا عايزة وطبعاً هو أشاهلها في مكان محدش هيبقى عارفه إلا لو كان قريب قوي منه يبقى مفيش غيره فتح الرائق أبوي لم أعز يبقى تعرف من فتحي سليم بيشيل أوراق المهمة فين وتيجي تقولي وعايزك اليومين دول تركز شوية في الكبارية عايز أخبر التجار اللي عندك كلها تبع عندي قبل ما يخرج من عندك قبل ما يقولوها ما عليك تكون عندك وكده كده أنا موصي سامي ما يزدش شبري في الكبريغل لما يعرف اللي بيحصل فيه وهشرف على الموضوع ده بنفسي وهزود النبط شاية كمان امشي طب أستاذ إن أنا ما عليك كاركتر غريب ومش مفهوم أدام أخوكي ده ده مسكين حياته بجد كانت صعبة قوي بتي عارف ما بحبك ليه أخي أنت طيبة جداً وبتحبي إخواتك كلهم وده بيعليكي قوي في نظري وانت كمان يا باري يعني رغم كل المشاكل اللي كانت بينك وبين مامي بس أنا شايفة أنت قد إيه بتحبيها ده كفاية إنك سبتي كل حاجة وبيتي تعودي معنا في غيابها طبعاً بحبها دي أختي طيب بما إننا تكلمنا في الموضوع ده كنت عايزة أطلب منك طلب أنت من غير ما تسألي تقولي على طول كنت عايزة أفكرك بس بموضوع القضية اللي كانت بينك وبين مامي اللي هي بخصوص القصر المحامي يكلمني مبارح وقالي إن القضية دي لسه شغال القضية آه كويس إنك قلتلي طبعاً هتكلمي مرسي يا فاري طب دي أنا يخليك لينا طب أنا أخليك وأنتوا لينا بصي طلمة أنا آسم طب حجك علي طب شوف يجبت لك إيه كنت مفكر للنبيبي بينهم صمحك؟ أنا مش عايزة صغيرة يا عايزة يا ريتك عايزة صغيرة تبدي لسه طيبة يا بيت والله العظيم بحبتك ما نبقى وستاني ليه كفت زروس تانية خالص وحبت أن مشاعر مختلفة وكت كن مشاعر كالدان ودينها ما إيه اللي حصل؟ رجعت لك إيه؟ خدي باجا ما تكسفيش يني طب احلي في اللي كنسة ده والله العظيم ما افتكرتها أصلا عشان أنساها وعلى فكرة باجي أنا جبت لك الخطم ده من قبل ما زعلت لما اخترته على النبي تجاوزيني؟ ليه؟ ربنا يخليك إليه وما تنمشي منك قبل مش جايباني وسطة ولا حاجة يا نوح وبعدين يعني أنا شايفة أن خديجة ما طلبتش طلب غريب قوي انتي مش واسطة لس بقتي محامية كمان ولا محامية ولا واسطة يا نوح ليلى باختصار قالت الكلمتين اللي أنا كنت عاوزة أقولهم والباقي عندك لازم ترد لو وفقت نتكلم على طول في الشغل أما إذا يعني رفضت عادي انسى خالص إن أنا جيت ده بالنسبة لي كلام أفهم لكن بقى طيب مش عارف أكل العيال والحاجات دي بالنسبة لي كلام مش مفهوم تقدري تتكلم يا خديجة كلام عندك يا نوح أنا عارف إن التوحيد مقتلش في عروس نعم طب ليه يا نوح؟ ولما أنت عارف إن التوحيد مقتلش في عروس؟ توحيد كان بيلعب مع سيف ضدي وكان مقامل نفسه بكم رجل حواليها عشان لما يوقع يجيبهم معاه يشهدوا صالحوا قدامي يقولوا إنه كان بيلعب صالحا بس للأسف كلهم خنو قالوا لي كلهم يا خديجة أنا عزرك عزرك عارف إنك اترملت ومش عارف أنت بتعملي إيه لأنه لما عرفت إنك أنت اللي دخلت البضاعة لصيف العزازي عدة تالك مع إن الطبيعي إن المفروض كنت قتلك عارفت إن أنا كنت عزرك؟ نوح أنا عاوز هشتغل أنا اللي أشغلك هشغلك بس أقول لك حاجة واحدة بقى إيه عشان بقى خلصت كل الكلام أنا عادة بدي فرصة واحدة بس وأنت خلص خدت الفرصة ليه يعني لو عرفت إن لك أي هدف تاني غير إنك تشتغلي بانسوار قالولي إن الكبير سأل علي ربنا يكرم أصلك هشتغل كل فضل ارتاحي كنت عاوز حاجة؟ آه كنت عاوز شوية ورق من اللي مع حضرتك ورق؟ ورق إيه؟ العقود ولا ورق اللي أنا أدتهم لك آخر مرة وانت عاوز الورق ليه؟ عاوزهم عشان عاوزهم وبعدين مفروض الورق ده يفضل معك كبير ولما حلل خدت الورق آخر مرة قلت لك أتدي بمصلحة وجبيتين ولا حضرتك شايفة إيه؟ أقدي بيه مصلحة عاوزه عشان عاوزه بيه؟ الورق عندي في القوضة طبعا بريهانم الورق معاك كانوا معي بالزبط إحنا عيلا واحد وأنا مش عايزك خلص تكون الدئتي من كلامي صح معايا زي معك أنا حجبلك الورق شكرا بريهانم بادكوا يا يحيا سيري اللغم عاوزه بالاقتل الجميع وابطلوا عليكم غافة عليكم إياك الجنات انت مين وجاي عند مين هنا يا سيدي دول ما بيحبوش كده دول بيحبوا الراجل الحامش انتو مين نهار أبوكم أسود